أهلا وسهلا بكم مدرسة على الهوى مع الرياضيات للصف التالي للثانوي الفني النهاردة موضوعنا الحلقة الأولى للدرس الأولاني نهاية دلة عند نقطة نهاية دلة عند نقطة لما تيجي تشوف لازما في حاجات تمهيدات أنت تكون عارفة إيه هي؟ أول حاجة تعرف من المعلومات كميات المعينة وكميات الغير معينة الكميات المعينة زي إيه؟ لما تيجي تقسم 25 على الخمسة فيها الخمسة 6 على 3 فيها الاتنين بتديني كيمة محددة طب الكميات الغير معينة زي إيه؟ صفر على الصفر طب المقام في صفر أي عدد يديني أضربه في الصفر يديني البسط صفر أي عدد أي إن كان فعشان كده يبهن الكمية دي ملوش عدد محدد بنقول عليها كمية غير إيه؟ معينة في حاجة كمان لو أنت حبيت أن أنت تعرفها وتشوفها في حاجة غير معرفة كمية غير معرفة إيه هي الكمية غير معرفة؟ أي عدد على الصفر ليس له معنى فهو كمية غير معرفة؟ آآ تعال نشوف الكلام ده على الورق بتاعنا ونشوف إحنا نعمله إزاي؟ نهاية الدلة عنده نقطة أول حاجة الكمية المعينة هي الكمية التي لها جواب محدد زي خمسة وعشرين على خمسة فيها الخمسة واثناشر على الخمسة اتنين واربعة من عشر كمية محددة أما الكميات الغير معينة هي الكمية ليس لها جواب محدد زي إيه؟ صفر على صفر لو ضربت أي عدد في الصفر اللي في المقام يديني البسط اتنين في صفر بصفر تلاتة في صفر بصفر سالب واحد في صفر بصفر فما فيش عدد إيه؟ محدد كذلك مالا نهاية على مالا نهاية كذلك مالا نهاية سالب مالا نهاية الكمية غير معرفة لو أي عدد على الصفر ليس له معنى ليه؟ لأن أي عدد يتدرب في الصفر بيديني صفر ما بيدينيش البسط فعشان كده ليس له معنى وفي الحالة دي في النهاية بنقولي النهاية ليس لها إيه؟ وجود تعالوا نشوف كمان حاجة مهمة جدا أنت لازم أن تكون عارفها في النهاية عند نقطة أول خطوات الحل بتاعتنا ونبدأ نشتغل فيها وكون أنت راجل بتتبع قواعد معينة أو خطوات معينة ما تتعبش نفسك في أي حاجة تانية إيه يا القواعد؟ أول حاجة نعوض بالنقطة اللي هو من دهالي يعني بوجد صورة النقطة طيب صورة النقطة لما أنا أوجدها بيحصل إيه؟ لو تدتني صفر على صفر كمية غير معينة يبقى نعمل إيه؟ نحلل ونحزف ونعوض طيب لو ما اديتني صفر على صفر اديتني عدد يبقى خلاص انتهت يبقى النهاية هي القيمة اللي موجودة طيب لو غير كده أو كده لو اديتني عدد على صفر يبقى النهاية غير موجودة تاني لو أنا عوضت بالنقطة خطوات كده خطوة خطوة لو أنا عوضت بالنقطة اديني ناتج يبقى النهاية انتهت على كده وكيمة النهاية لو عوضت بالنقطة وديني صفر على صفر يبقى انا بمشي خطوات محددة ايه هي نحلل وبعدين نختصر وبعدين نعوض. ثلاث خطوات مفيش غيرهم. بعد كده لو اداني اي عدد لو انا عجيت عوضت بالنقطة واداني عدد على الصفر يبقى النهاية ليس لها وجود. تعال نشوف التمرين الجايدة. اول حاجة بعض النظريات. بيقول لي ايه اذا كانت دال سين دل كثيرة الحدود. فان نهاية دال سين عند سين تقول للالف بيساوي دالالف. طيب نتيجة لكده برضو. لو عندي دال سبتة كثيرة الحدود. دال سين بيساوي كاف. كاف دي اي عدد سابت. ايا كان هو. فان اه نهاية دال سين عندما سين تقول للالف بيساوي نهاية الكاف عندما سين تقول للالف يبقى بيديني نفس العدد السابت. دي القاعدة اللي انا هشتغل على الاساس. يبقى اول حاجة بعمل ايه? عوض بالنقطة. لو اداني ناتج يبقى على طول المسألة خلصة. طيب لو اداني صفر على صفر يبقى نحلل ونحزف ونعوض. طيب لو انا كانت ادل سابتة عدد سابت. نهاية اي عدد سابت? هو نفس العدد السابت. ماشي? ماشي. تعال بقى نشوف الكلام ده من واقع التمرينات بتاعتنا. اول حاجة بيقول لي اوجد نهاية سين تكعيد ناقص تلاتة سين تربيع ناقص خمسة سين زائد واحد. عندما سين تقترب من سالب واحد. اعوض بالنقطة اللي هي ايه? سالب واحد. تعال دال سالب واحد. بيساوش. سالب واحد قص تلاتة. ناقص تلاتة في سالب واحد قص اتنين. ناقص خمسة في سالب واحد زائد واحد. هنا دي دي يديني سالب واحد. هنا سالب واحد في سالب واحد بواحد في سالب تلاتة بسالب تلاتة. هنا سالب واحد في سالب خمسة يدينا موجب خمسة زائد واحد يديني الناتج عندي واحد وخمسة ستة ناقص تلاتة يدينا تلاتة ناقص واحد يدينا اتنين هو ده الله دهنا لما عوض طلع لي ناتج يبقى خلاص يبقى النهاية الدلة دي بيساوي اتنين خلاص يبقى نهاية الدلة عند سين تقول لسليب واحد بيساوي كام اتنين تعالى نشوف في امام تمرين ونشوف نعمله ازاي هنا جي قال لي الله نهاية خمسة على تلاتة عندما سين تقول لسفر الله ده عدد سابت خمسة على تلاتة ما في السين ولا اي حاجة يبقى اقول له نهاية خمسة على تلاتة عندما سين تقول لسفر هي نفسها خمسة على تلاتة ليه القاعدة اللي احنا خدناها خدنا قلنا نهاية اي عدد سابت بيديني نفس العدد السابت ادي كده حاجة من الحاجات يبقى كده انت تخلي بالك لما يقول لك نهاية ده لو عودت بالنقطة وتلع ناتج يبقى انها خلاص خلصت على كده طيب لو كانت عدد سابت بيديني نفس العدد السابت طيب لو اداني سفر على سفر يبقى نعمل ايه تلات خطوات اول خطوة نحلد تاني خطوة نحزف تلات خطوة نعود بالنقطة تعالى نشوف الكلام ده ونشوف احنا بنعمله ازاي التمرين ده عود بالنقطة دال نهاية سين زائد تلاتة على سين نقص اتنين عندما سين تقول للاتنين خد لك بقى دي كده انت بتعملها ازاي عود بالنقطة دال اتنين بيساوي اتنين زائد تلات على اتنين ناقص اتنين الله خمسة على سفر الله ده ليس لها معنى خمسة على سفر ليس لها معنى يبقى اقول على طول النهاية ليس لها وجود ليه لان خمسة على سفر ليس لها معنى يبقى النهاية ليس لها ايه وجود يبقى أنا لما عودت بالنقطة اتبتني الناتج خمسة على ايه على صف ليس له معنى يبقى النهاية ليس لها ايه وجود تعالى نشوف كمان التمرين التمرين اللي جاي بيقولك ايه فيه بيقولك نهاية سين تربيع ناقص اربعة على سين ناقص اتنين عندما سين تقول للاتنين طي عود بالنقطة اللي هي الاتنين ده الاتنين يبقى على طول اتنين قس اتنين ناقص اربعة على اتنين ناقص اتنين يبقى معناها اتنين قس اتنين باربعة ناقص اربعة على اتنين ناقص اتنين يديني صف على صف الله تعال بقى نشوف كده صفر عالصف يبقى كمية غير معينة طب انا هعينها ازاي? اه الخطوات اول خطوة التحليل. نحلل. تعال نهاية. سين تقول اللي اتنين. خلي بالك وانت بتحلل. سهلة اوي. سين تقول اللي اتنين. يبقى اول كوس في التحليل. سين مش دي اتنين. نخليها سالب اتنين. نغير الاشارة بتاعتها. يبقى الكوس التاني. نشوف. سين تربيع عبارة عن سين في ايه? في سين. طيب الاربعة اتنين في اتنين. ده دي سالب اربعة. الاشاربطين مختلفتين. دي سالب يبقى دي ايه? موجب. على سين. ناقص اتنين تي في ابسط صورة. كده خطوة التحليل. نحذف بعد كده. الحزف او الاختصار. تعال نحذف ده شكل ده بالزبط. يطلع عندي ايه? يبقى اصبحت نهاية سين. تقول اللي اتنين. سين زائد اتنين. بعد كده الخطوة ايه? نعوض عن سين بكم? باتنين. يبقى اتنين زائد اتنين يدينا اربعة. ادي الفكرة وهي بسيطة جدا. يبقى احنا عملنا ايه? عوضنا بالنقطة. لما عوضت بالنقطة تلع ايه? تلعت صفر على صفر. كمية غير معينة. تلات خطوات. ما تتعبش نفسك. الخطوة الاولانية. تعمل ايه? نحل. بعد كده ايه? نحذف. بعد كده ايه? نعوض. تلات خطوات ما بعملش غيرهم. وبتبدأ تشتغل على اساسهم. ونشوف كمان تمرين مع بعض. التمرين اللي بعد كده بيقول لي ايه? اوجد نهاية سين تربيع ناقص سين. ناقص اتنين. على سين زائد واحد. عندما سين تقترب او تقول الى سالب واحد. نجيب صورة النقطة. نعوض بيها. ديال سالب واحد. بي ايه ساوي? الله. دي مقدار سلاسي. هنحل الكسين. قلنا الكس الاولاني نحط العامل السفر فيه. السين تقول الواحد. ادي السين. مش دي سالب واحد. يبقى نخليها موجب واحد. نجي نحل البقى هنا. سين تربيع. سين في سين. نجي للاتنين. واحد في اتنين. باتنين. طيب اشارة سالبة. يبقى الاشارتين مختلفتين. خط دي موجب. يبقى دي ايه سالب. على سين زائد واحد. يبقى الخطوة دي خطوة ايه? التعويض. احنا حللت على طول. لما خطوة التعويض معلش انا اسف. خطوة التعويض سالب واحد قس اتنين. ناقص سالب واحد ناقص اتنين على سالب واحد زائد واحد يديني صفر على صفر. كمية غير معينة. بعد كده النهاية بتاع الده عندما سين تقول لسالب واحد. خطوة دي خطوة التحليل سين زائد واحد في سين ناقص اتنين. هنا على سين زائد واحد. بعد كده خطوة الحزف. نحزف. حزفنا. تعالى بقى لما تيجي تحزف يبقى نهاية سين تقول لسالب واحد لسين ناقص اتنين. بعد ما اختصرت الشكل اللي قدامي. طيب عوض عن سين بكام? بسالب واحد. اهو الشرسين. وحط سالب واحد ناقص اه ناقص اتنين. سالب واحد وسالب اتنين يدينا سالب كام? تلاتة. يبقى انا عملتي في المسألة دي ايه? عوضت بالنقطة. تلعت سفر على سفر. كمية غير معينة. عملتي ايه? تحليل حللنا. حزفنا. بعد كده بعد ما نحزف. على طول عوضنا عن القيمة بسالب واحد. سالب واحد وسالب اتنين يدينا سالب تلاتة. تعالى نشوف كمان التمرين. هنديك فرصة فيه تقعد التمرين ده. يقولك ايه? اوجد نهاية سين تكعيب زائد تمانية على سين تربيع ناقص سين ناقص ستة. عندما سين تقول الى سالب اتنين. برضو هنعود بالنقطة اللي هي سالب اتنين. برافو عليك. طيب الخطوة تاني. هنحلل. طيب لو انت امت تحلل? لا. لما تطلع صفر على صفر يبقى نحلل. بعد ما تحلل تعمل ايه? نختصر. بعد ما تختصر نعود تاني بالنقطة. تعالى نعود اول مرة بالنقطة. اهي. ده سالب اتنين. بيساوي. سالب اتنين قس تلاتة زائد تمانية. هنا سالب اتنين قس اتنين ناقص اتنين. وهنا سالب اتنين ناقص ستة. تعالى نشوف كده. يطلع سالب تمانية. سالب اتنين قس تلاتة القس فردي. يبقى السالب يفضل زي ما هو. اتنين قس تلاتة. اتنين في اتنين في اتنين. يطلع بكم? بتمانية. هنا يبقى سالب تمانية. زائد التمانية. على سالب اتنين قس اتنين القس زوجي. السالب يتحول لموجب. اتنين في اتنين باربعة. هنا سالب في سالب بموجب. اتنين ناقص ستة. يطلع سفر على سفر. كمية غير معينة. طب هنعينها ازاي? تلات خطوات. يلا نمشي. الخطوة الاولانية. نعمل ايه? نحلل. تعالى نشوف التحليل بتاعنا. نهاية السين. تقولي سالب اتنين. هنا سين قس تلاتة زائد تمانية. هنعمل ايه? يبقى كوس صغير. وكوس كبير. تعالى نشوف كده. كوس الصغير. هنحط برضو الكوس الصغير العامل الصفري. اه دي سين. دي سالب ايه? النقطة سالب اتنين. نخليها موجب اتنين. طب الكوس الكبير. اه. ربع. غير. اضرب. ربع. ربع الحد الاولاني سين في سين. بسين قس اتنين. غير الاشارة. الموجب بيبقى سالك. اضرب الحدين في بعض. سين في اتنين. باتنين سين. وبعدين نربع. التاني اتنين في اتنين باربعة. طيب اللي تحت. المقدار اللي تحت برضو نحلله. كوسين. لان دي سين تربيع. الكوس الاولاني نحط العامل الصفري. سين. مش دي سالب اتنين. نقول الموجب اتنين. يلا نبصلها بقى. ها? سين تربيع. عبارة عن سين في سين. طيب. اللي اتنين. الستة عبارة عن اتنين في تلاتة. الستة اشارتها ايه? سالب ايه? يبقى الاشارتين مختلفاتين. كتبت دي موجب. يبقى دي ايه? سالب. يبقى خطوة التحليل خلص. بعد كده نحزف. اهو. شكل بعض. وبعد كده نعوض عن سالب اتنين. قس اتنين. ناقس اتنين في سالب اتنين. زائد اربعة. على كام? على سالب اتنين. ناقس تلات. يدينا سالب اتنين قس اتنين باربعة. زائد اربعة. زائد اربعة. سالب اتنين قس اتنين باربعة سالب اتنين في سالب اتنين باربعة وهنا موجة باربعة على سالب اتنين وسالب تلاتة يدينا سالب خمسة يدينا اتناشر على الخمسة والسالب اكتبها في البسط عشان يكون الشكل فيه ابسط صورة خلاص دي كده اللي انت لازم ان تبقى شغال على اساسها يبقى اول حاجة احنا واحنا بنشتغل للنهاية عند نقطة بنركز على المسائل بهدوء جدا تعود بالنقطة اه لو اداني الناتج مباشرة خلاص يبقى المسألة خلصت والنهاية هي القيمة دي طيب بعد كده لو اداني نهاية اه وانا بعوى بالنقطة ادتني عدد على السفر يبقى النهاية ليس لها وجود طيب لو انا عملت نهاية عدد سابت لو اداني عدد سابت اه يبقى هو نفس العدد السابت دي النهاية بتاعته لو ادتني سفر على صفر وانا بعوى بالنقطة يبقى بنعمل ثلاث قطوات رئيسية ايه هي نحلل ونحزف ونعوض زي ما شفنا تعال نشوفي الكلام ده كمان في التمرين كمان هنا لو بصيت للتمرين اللي هو من الدهود هنا بيقولك ايه اوجد نهاية سين زائد اتنين في سين نقص ثلاثة على سين تربيع زائد واحد عندما سين تقول للواحد قديك فرصة تحلها اه تعال نشوف اول حاجة بنعملها ايه نعوض بايه بالنقطة صورة النقطة دي مهمة جدا لان صورة النقطة دي ممكن تديني ناتج خلاص مش اكمل المسألة يبقى المسألة خلصة لو انت بقى قعدت تقول لا نحلل ونحزف نعوض على طول احيانا بتمشي معاك لما يكون الناسج اصلا بتعود بسلط النقطة بصفر على صفر فانت لازم انت عوض بالنقطة تعال لك كده نشوف ده الواحد بيساوي واحد زائد اتنين واحد نقص ثلاثة هنا واحد قص اتنين زائد واحد يساوي واحد زائد اتنين يدينا تلاتة طالما قصين وراء بعض يبقى دي فيه اهو واحد سالب تلاتة يدينا سالب اتنين تعال واحد في واحد بواحد زائد واحد يدينا سالب ستة على الاتنين سالب على الموجة فيها سالب ستة على الاتنين فيها الايه التلاتة الله طب ما هنا لما انا جيت اعود لاحزت ان انا لما جيت اعود طلع ليناتك خلاص خلصة المسألة يبقى نهاية هذا المقدار او هذه الدلة على طول بيطلع كام سالب ايه تلاتة وخلصت على كده المسألة اه فانت دايما مهم جدا ان انت تحط خطوات في دمارك وانت بتحيلها اه دي من المسائل اللي لازم تجيلك في الامتحان لازم اي امتحان ايا كان بيجيلك في النهاية عند نقطة لما تيجي تشتغل النهاية عند نقطة يبقى خدنا خطوات الخطوات ايه هي الخطوة الاولى نعوى بالنقطة بيبقى انا عندي احتمالات عند اتعود بالنقطة اول احتمال اللي هو ممكن يجيلي لو ادتني عدد على الصفر يبقى النهاية ليس لها وجود طب لو ادتني صفر على صفر يبقى كمية غير معينة يبقى فيه ثلاث خطوات اعملها نحلل ونحذف ونعوط طيب لو ادتني حاجة كمان لو ادتني اي عدد على الصفر ليس ايه اه ليس له معنى والنهاية ليس لها وجود وصفر على الصفر طب لو ادتني عدد قيمة يبقى انها انتهت على كده زي المسألة اللي احنا ايه لسه وقتنا تعال نشوف الكلام ده اه في مسألة كمان ونشوف احنا هنعمل فيها ايه المسألة بتقولك ايه بيقولك نهاية سين تربيع زائد اتنين سين ناقص تمانية على سين تربيع زائد سين ناقص ستة عندما سين تقول للاتنين عندما سين تقول كم للاتنين طيب نعود بالنقطة اللي هي اتنين نقول ده الاتنين بيساوي ده الاتنين بيساوي اول حاجة سالب اتنين قص اه اتنين قص اتنين تاني دي اتنين بعد كده زائد اتنين في اتنين ناقص تمانية على اتنين قص اتنين زائد اتنين ناقص ستة تعالوا نشوف كده اتنين في اتنين باربعة زائد اتنين في اتنين باربعة سالب تمانية هنا اتنين في اتنين باربعة زائد اتنين ناقص ستة اربعة زائد اربعة يدينا تمانية. ناقص تمانية يدينا كام? سفر. هنا اربعة زائد اتنين ستة ناقص ستة يدينا سفر. يبقى دي كمية غير معينة. يبقى الثلاث خطوات اللي هنعملهم ايه? نحلل ونحزف ونعوض. مفهومة. تعال نشوف الكلام ده ونشوف نعمله زي. نهاية سين تقول للاتنين. كوسين. وهنا تحت كوسين لان سين تربيع. حط العامل السفري. ادي سين. هنا اتنين تبقى سالب اتنين. ادي الكوس. تعال سين تربيع عبارة عن سين في سين. تمانية عبارة عن اتنين فاربعة. اشارة دي سالبة يبقى لشرطين مختلفتين. كذلك هنا سين سالب اتنين. هنا ستة. هنا سين تربيع سين في سين. الستة اتنين في تلاتة. اشارتها سالبة اشارتين مختلفتين. عملت دي سالب يبقى دي موجب. احزف. اهو. خطوة الاولانية حللت. وبعدين حزف. طب يلا نعوض. نعوض عن سين بكام? باتنين. يبقى اتنين زائد اربعة على اتنين زائد تلاتة. يدينا ستة على كام? على خمسة. ستة على خمسة. ادي التمارين ودي اللي احنا بنعمله. يبقى اول حاجة بنقرر فيها وبنعيد فيها. بنعمل ايه? بنعوض بالنقطة. عوضت بالنقطة طلعت سفر على سفر. يبقى كمية غير معينة. الكمية الغير معينة يبقى هاعمل تلات خطوات. نحلل ونحزف ونعوض. نحلل حللت سين ناقص اتنين في سين زائد اربعة. وهنا سين ناقص اتنين في سين زائد تلاتة. تعال انا شوف حاجة خلي بالك من الحتة دي. انا تملي في التحليل في التحليل باخد العامل السفر. سين تقول للاتنين يبقى العامل السفر سين ناقص اتنين. طب سين تقول لي تلاتة يبقى العامل السفر سين ناقص تلاتة. لو سين تقول لي سالب تلاتة يبقى العامل السفر سين زائد تلاتة يبقى انا بحلل بيطلع لي لازما العامل السفري من ضمن حاجات الايه? التحليل. تعال بقى كده. آآ هناخد نظرية. النظرية بتقول لك ايه النظرية? بيقولك لو عندك جهاية دا اللي عنده نقطة. سين قصه عدد ناقص عدد قص نفس العدد. القص هنا نفس القص هنا. يعني سين قص نون ناقص ألف قص نون. على سين ناقص ألف. تعال نشوفها. سين قص نون ناقص ألف قص نون. على سين ناقص ألف. عندما سين تقول للالف. لاحظ بقى حاجة. ان سين دي تقول للالف. الاساس هنا يقول للعدد اللي هنا. على سين نقص الاف الاساسات واحدة. قالك في الحالة دي. نون في الف قس نون نقص واحد. او انت ممكن تعملها الطريقة حلوة. تقول هنا قس واحد وهنا قس واحد. هنا نون على واحد اللي هي بنون. في الف اللي هي دي. قس نون نقص واحد. تعالى بقى كده نتيجة الكلام ده. بقولك لو سين قس مين نقص الف قس مين. على سين قس نون نقص الف قس نون. الله. هنا عندما سين تقول للالف خلي بالك. وما بينهم اشارة سالبة. عشان شكل النظرية اللي هنطبقها. هنا القس على القس. ميم على نون. في الف قس ميم نقص نون. تاني. تاني. القس على القس. القس على الايه? على القس. في الف قس ميم ناقص نون. طيب. تعالى نشوفي الكلام ده. ونشوف احنا هنعمله ازاي. هنا مسألة. بيقول لي ايه في المسألة? بيقول لي عندك سين قس خمسة ناقص اتنين وتلاتين. على سين ناقص اتنين. عندما سين تقول للاثنين. تاني. نهاية سين قس خمسة. ناقص اتنين وتلاتين. على سين ناقص اتنين. عندما سين تقول للاثنين. طيب لحظت ان هنا رمز وقصة عادت وهنا عادت تعال انبص كده سين تقول لي كام للاتنين طب اتنين قصة خمسة بكام باتنين وتلاتين يبقى انا ممكن اقوم عاملها كده نهاية سين تقول لاتنين سين قصة خمسة ناقص اتنين قصة خمسة على سين ناقص اتنين مش دي قصة واحد وده قصة واحد يلا نماشي القاعدة بتاعتنا خلتها على شكل النظرية اتنين قصة خمسة باتنين وتلاتين هنا رمز وقادت والسين تقول للاتنين اهي يلا نعمل اه اه برافا عليك القصة على القص خمسة على الواحد فيها الخمسة فيه اتنين خمسة ناقص واحد يجبقى كام اربعة يدينا خمسة في ستاشر بتطلع تمانين تاني اول لما قلت هنا سين قصة خمسة ناقص اتنين وتلاتين شلت الاتنين وتلاتين وحطتها هو العدد اهو من غير ما تتعد نفسك يبقى هنا اصبح اتنين قصة كام قصة خمسة اتنين قصة خمسة باتنين وتلاتين على سين قصة واحد ناقص اتنين قصة واحد ما هو الاساسات هنا نفس الاساسات هنا وما بينهم سالف يبقى كده وصلت لشكل النظرية اللي احنا قدناها يبقى القصة على القصة خمسة على واحد فيها الخمسة في اتنين اللي هي دي وخمسة ناقص واحد يدينا اربعة خمسة وهنا اتنين قصة اربعة بستاشر يبقى خمسة بستاشر بيطلع بكام بتمني دي مسألة كمان ناخدها بسم الله اللهم صلى على سيدنا محمد شوفي المسألة دي بيقولك ايه نهاية سين قصة ستة زائد تنين وتلاتين سين على سين قصة اتنين ناقص اربعة عندما سين تقول لسالب اتنين لو انت بسيت ليه ده وخلي بالك انت لو عودت بالنقطة على طول تطلع لك سفر على سفر لو عودت بسالب اتنين هي اطلع سفر على سفر برضو في المسألة اللي قبل كده لو عودت بسالب اتنين يطلع سفر على سفر تعال نشوف الكلام ده ونشوف اني عامله ازاي قال له هنا الحد فيه الحدين فيه من رمز سين طيب ما ناخد سين مشترك الاول ما نتعبش نفسنا خد سين مشترك يبقى عندي ايه سين قص ستة على سين يدينا سين قص خمس زائد اتنين وثلاثين على سين قص اتنين ناقص اربعة الله 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 ده الرمز والعدد هنا ما بينهم زائد ده المظرية عندي لازم ان يكون ما بينهم ناقص بسيط هنعالج كل حاجة هنجيب نهاية ده نهاية ده سين تعود عنها بسالب ايه اتنين يبقى سالب اتنين في نهاية سين تقول لي سالب اتنين سين قص خمسة وهكتب سالب سالب اتنين قص خمسة خدت العدد اهو وسالب اتنين قص خمسة بسالب اتنين وتلاتين في السالب يبقى موجة باتنين وتلاتين على سين قص اتنين سالب سالب اتنين قص اتنين سالب اتنين قص اتنين بموجة باربعة في السالب يبقى سالب اربعة هي اياه يبقى انا حطتها على شكل ايه النظرية يبقى عندي سالب اتنين اللي برا هنا فيه هنطبق النظرية الاس على الاس خمسة على اتنين فيه سالب اتنين خمسة ناقص اتنين يدينا كام تلاتة تعالى نعوض ونشوف نختصر موضوع هنا سالب تمانية فيه خمسة اربعين دي راحة معادية بقى هنا سالب خمسة فيه سالب تمانية يدينا الجواب اربعين هنا لما تيجي تبص للمسألة دي هنا خدت السين مشترك لاني اتلقيت سين موجودة في الحدين قابلتني مشكلة تانية ان الرمز والعدد ما بينهم اشارة مجابة خليك ناصح دايما لما رمز والعدد ما بينهم اشارة مجابة يبقى لازما مديني النقطة سالبة بسالب اتنين عشان تكتب سالب سالب اتنين قص كام خمسة وهنا سين قص اتنين ناقص ناقص اتنين قص خمسة لاني لازم ان يكون اللي اتنين دول زي بعض الشكل ده كده الاساس هنا كده كله نفس الاساس اللي موجود في المقام سالب اتنين اهي اللي هي عوضت بيدي جبت النهاية بتاعتها واهي اللي انا كتبتها هنا تعالى هنا بقت شكل النظرية القص على القص خمسة على الاتنين فيه سالب اتنين خمسة ناقص اتنين تلاتة ودربناهم وطلع الناتج باربعين تعالى بقى برضو نشوف كمان تمرين والتمرين ده اه التمرين بسم الله ما شاء الله اه مختلف شكله واحنا عاوزين نطبق النظرية فيه لما جيت بصت للتمرين ده اتلقيت الكوس قص عدد والعدد كبير ناقص مئتين تلاتة واربعين الكوس دي فقل بيه رمز وهنا عدد كده من يه الرمز هنا سين فجينا قل ما ايه طيب احنا قيلين ده لازم ان يقول للعدد ده ولازم ان يكون هنا العدد يتقسم الى عدد قص خمسة تعالى كده شوف يا ابن الحلال نهاية هنا سين زائد تلاتة يبقى تقول كام تلاتة يبقى زودت هنا 360 وهنا 3 لاني لازم الاولينية اقول للتاني تب الاولينية سين زائد 3 هنا سين يبقى سين زائد 3 وازود هنا طالما زودت هنا 3 يبقى زود هنا 3 يبقى سين زائد 3 تقول الى الثلاثة كده كويس كده الزبطت عندي اقول له ايه تعال يبقى هنا سين زائد ثلاثة قص خمسة واشيل العدد ده وحط مكانه ثلاثة قص خمسة فعلا ثلاثة قص خمسة بمئتين ثلاثة واربعين طيب انزل الاساس ده ازاي ما هو تعال نشوف كده سين زائد ثلاثة ناقص ثلاثة ثلاثة ناقص ثلاثة صفر زائد سين هي السين يبقى وده حطاه ما بين كسين كده وصلت لسهورة النظرية مش هنا قص واحد وهنا قص واحد تعال بيساوي خمسة على الواحد في ثلاثة خمسة ناقص واحد كام اربعة تعال كده نشوف هنا خمسة في ثلاثة قص اربعة بواحد وتمانين يدينا ربعمية وخمسة خمسة في واحد بخمسة خمسة في تمانية باربعين هنا لما تيجي تشوف عمل تنائي تاني سين زائد ثلاثة كل قص خمسة ناقص مئتين تلاثة واربعين على سين الله طيب انعاوز احطه على شكل النظرية اعمل ايه لازم ان سين زائد ثلاثة تقول العدد اهو زودت هنا ثلاثة وزود هنا ثلاثة يبقى سين زائد ثلاثة تقول للثلاثة كده هتزبط لي العملية طيب سين زائد ثلاثة كل قص خمسة التلاثة دي احطها مكان مئتين تلاثة واربعين واقوله قص خمسة تلاثة قص خمسة بمئتين تلاثة واربعين الاساس دي كله نزلته زي ما هو تحت هنا بقى تدتني شكل النظرية يبقى خمسة على الواحد في ثلاثة قص خمسة ناقص واحد طيب ثلاثة قص خمسة ناقص واحد يدينا اربعة ثلاثة قص اربعة بواحد وتمانين في خمسة بربعمية وخمسة تعالى بقى كده احنا زي ما انتو شفته احنا بنحطها على صورة النظرية لما سينت اقول لي ثلاثة يبقى انا عندي بعود بالعدد بالثلاثة ونفس القص بحطه وحطها القص على القص في العدد واطرح القصين من بعض زي ما احنا عملنا في المسألة اللي قبل كده طبعا تحولها لصورة النظرية وده من الحاجات المهمة جدا اللي بيجي لك في الامتحان هو درس بسيط النهاية عنده نقطة وتعالى نشوف ايه الكلام ده في مسألة كمان بص معايا في المسألة بيقولك ايه نهاية سين قص خمسة ناقص اربعة جزر اتنين على سين قص ثلاثة ناقص اتنين جزر اتنين عندما سين تقول لجزر اتنين طيب لما نيجي نعمل حاجة زي كده بنعملها ازاي طيب انا هنا الرمز والعدد وما بينهم سالب رمز والعدد وما بينهم سالب بسم الله ما شاء الله يبقى كده ايه هو اداني شكل النظرية يبقى ناقص اتعامل مع العدد بقى هنا وهنا اتعامل معه ازاي لو انت بسيت نهاية عندما سين تقول لجزر اتنين سين قص خمسة ناقص احط هنا العدد مش تقول لجزر اتنين قص خمسة لو ضربت جزر اتنين في نفسها خمس مرات تعالا كده نضربها هتديك اربعة جزر اتنين تعالا نشوف كده جزر اتنين في جزر اتنين باتنين في جزر اتنين في جزر اتنين في جزر اتنين تعالا جزر اتنين في جزر اتنين باتنين هنا جزر اتنين في جزر اتنين باتنين هنا جزر اتنين لوحدها يبقى اتنين في اتنين يدينا اربعة جزر اتنين اربعة جزر اتنين تعالا نشوف كده يبقى سين قص تلاتة برضو نفس العملية ناقص جزر 2 5 3 هنا القص على القص 5 على 3 في جزر 2 5 ناقص 3 5 على 3 في جزر 2 5 ناقص 3 يدينا 2 جزر 2 في جزر 2 باتنين في خمسة يدينا كام? عشرة على تلاتة. شوف بقى كده انت الموضوع سهل معاك. كده النهاية عند نقطة كل الافكار انت خدتها. ما فيش فكرة خرجت برا اللي احنا بنقوله. بسرعة شديدة برضو نقول لك على مسألة على طول. وننهي بها آآ لقائنا اليوم. تعال نشوف كده آآ اول حاجة لازم ان الرمز الاول يبقى نهاية ناخد السالب مشترك. سين قس تسعة ناقص واحد على سين قس خمسة ناقص واحد. خدت السالب من فوق مشترك يبقى هنا سين قس تسعة بقت مجابة ناقص واحد لان الرمز الاول ناقص العدد. والرمز ناقص العدد عندما سين تقول كام للواحد. اخد السالب برا يبقى نهاية سين تقول للواحد. سين قص تسعة ناقص واحد قص كاب تسعة ما واحد قص تسعة بواحد وسين قص خمسة ناقص واحد قص خمسة يدينا سالب تسعة على خمسة في واحد تسعة ناقص خمسة اربعة يدينا سالب تسعة على خمسة بكده احنا وصلنا لللي احنا عاوزينه بكل الافكار انت خدتها في النهاية عنده نقطة وطبعا أول حاجة لما خدناها خدنا النهاية عند نقطة وقلت لك بنعوض لو طلعت صفر على صفر نحلل ونحزف ونعوض ثم خدنا شكل النظرية وصورة النظرية انت خدتها وعرفت إزاي بنقدر نحول أي مسألة لشكل النظرية ولما يكون القس كبير بنتعامل مع النظرية على طول في النهاية عند نقطة وإلى الوقت بتاعكم خلص بسرعة مع كل أشواء إليكم للحسة القادمة إن شاء الله مع الطفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته